بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني على قناة STC سلاموني تريدين شانل أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية عنوان محاضرة اليوم نجمة الصباح مورنينج ستار وكيفية استخدامها في التداول في المحاضرة السابقة تكلمنا عن كل من نجمتي المساء والصباح وتعرفنا عليهما من حيث سبب التسمية وتكلمنا بالتفصيل عن نجمة المساء واليوم نتكلم بالتفصيل عن نجمة الصباح وقلنا أن كل منهما من النماذج الإنعكاسية المفصرية نموذج مورنينج ستار يأتي في نهاية اتجاه هابط بينما نموذج إبنينج ستار يأتي في نهاية اتجاه صاعد ولما نقول إنعكاسية ده مش معنا حدوث الإنعكاس مباشرة بنسبة مية في المية ولكن ممكن السعر يمر بمرحلة انتقالية أو إن الإنعكاس قد يفشل نتيجة أسباب أخرى ومنطقية بس عموما تظل أن نماذج الإنعكاسية لها القدرة على عكس الاتجاه ما لم يحدث ما يمنع ذلك ودلوقتي هنتكلم على معايير تشكل نجمة الصباح المثالية ايديال مورنينج ستار ولما نقول مثالية يبقى ده معناه أنه توجد أشكال أخرى غير مثالية الأشكال المثالية ينطبق عليها الشروط بكاملها أما الأشكال غير المثالية ممكن تفقد شرط من هذه الشروط لكن تظل نجمة الصباح إنعكاسية ولها القدرة على عكس الاتجاه طيب ما هي هذه المعايير التي من خلالها أستطيع الحكم على نجمة الصباح أنها مثالية الشروط اللي أنا أقدر أحكم بيها على نجمة الصباح مورنينج ستار أنها نجمة مثالية هي أربعة شروط رقم واحد أن يكون السوق في مصار عام هابط واضح حتى ولو كان قصير رقم اثنين أن تكون الشمعة الأولى شمعة بائعين حمراء دبابية طويلة رقم ثلاثة شمعة المنتصف يكون قبلها فجوة وبعدها فجوة تسمح بتداخل الظلال رقم أربعة الشمعة الثالثة في النموذج تتجاوز خمسين في المية على الأقل من جسم الشمعة الأولى في الاتجاه لأعلى يعني الشمعة الثالثة تتعدى إلى منتصف الشمعة الأولى بعد تحقق هذه الشروط الأربعة لقدر نقول أن إحنا عندنا نجمة صباح مورنينج ستار في وضعها المثالي يعني زي الكتاب ما بيقول طبعا إذا تجاوزت الشمعة الثالثة الظل العلوي للشمعة الأولى بيكون أفضل لكن بصفة أساسية يكفي تجاوز منتصف الشمعة الأولى هذه هي شروط تكون نجمة الصباح المثالية وأبرز ما يميزها هي الفجوات الموجودة بينها والتداخل بين الظلال فقط وليس بين الأجسام تأكيد النموذج يكون بالشمعة الرابعة إذا أغلقت أعلى من الظل العلوي للشمعة الأولى والنقطة دي هي اللي بتعرفني إزاي أتدول بهذا النموذج يعني إمت نقول إن كده قد اكتمل النموذج بنسبة 100% وأصبح مثالي بمعنى إذا اكتملت الشروط السابقة بالإضافة إلى شمعة التأكيد الرابعة اللي بتيجي بعد هذا النموذج وتغلق فوق الظل العلوي للشمعة الأولى أبتدي أتداول من بعدها مباشرة وأدخل صفقات شراء ربحانا إن شاء الله بنسبة 100% وكمان لازم أخذ بالي إن الشموع اليابانية بتكون أكثر مصداقية في التعبير عن حركة السوق على الفريم اليومي أدي لي ممكن أدخل صفقات ساعة أو اثنين أو ثلاثة ويفضل الأربع ساعات وزي ما قلنا قبل كده النماذج اللي بتتكون من شمعة واحدة في الحالة اللي زي دي أنا ببقى محتاج الشمعة الثانية تكون شمعة التأكيد التي تغلق أعلى أو أسفل غل الشمعة الأولى على حسب النموذج إذا كان متكون في حالة صعود أو هبوط والنموذج الذي يتكون من شمعتين في الحالة اللي زي دي بكون محتاج شمعة التأكيد الثالثة تغلق أعلى أو أسفل غل الشمعة الأولى برضو حسب مكان تواجد النموذج إذا كان في حالة هبوط أو صعود أما إذا كان النموذج يتكون من ثلاثة شموع زي المورنينج ستار يبقى أنا كده محتاج الشمعة الرابعة تغلق أعلى من ظل الشمعة الأولى في هذا النموذج ودلوقتي نسأل سؤال ما هي العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإنعكاس في حالة تواجد هذا النموذج إلى جانب الشروط اللي احنا تكلمنا عنها هناك عدة عوامل تقوي من احتمالية عكس الاتجاه لأعلى في حالة تكون نموذج مورنينج ستار العامل الأول هو تغلغل الشمعة الثالثة في عمق الشمعة الأولى لأعلى أو حتى ابتلعها العامل الثاني اذا كان حجم التداول في الشمعة الثالثة أكبر من حجم التداول في الشمعة الأولى بمعنى أن جسم الشمعة الثالثة يكون أكبر في الحجم من جسم الشمعة الأولى أما العامل الثالث إذا كانت شمعة المنتصف نموذج انعكاسي زي الهمر أو الانفيرتد هامر وهذا هو كل شيء بالنسبة للنموذج إذا كان في الحالة المثالية وممكن يقابلني النموذج بشكل غير مثالي لكنه يظل صحيح من حيث قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد في الحالة اللي ذي دي بينقى الشرطة أو اتنين من شروط تكون النموذج المثالي زي مثلا عدم وجود الفجوات في النموذج أو ان شمعة المنتصف تكون مكونة من اكثر من شمعة صغيرة في الحجم واللون غير مهم احنا في الحالة دي بنعتبر هذه الشموع الصغيرة الجسم مختلفة الالوان كأنها شمعة واحدة هي شمعة المنتصف اهم حاجة ان عدد هذه الشموع الصغيرة ما يكونش اكتر من اتنين او تلات شموع بس اهم حاجة ان الشمعة الثالثة في النموذج تتجاوز خمسين في المية من الشمعة الاولى يعني تعدي منتصف الشمعة الاولى بعد كده نستنى شمعة التأكيد ممكن تكون الخامسة او السادسة احنا بنعتبرها الشمعة الرابعة وزي ما قلنا تغلق اعلى من ظل الشمعة الاولى للنموذج بس افكرك دايما ان نجبة الصباح مورنينج ستار سواء مثالية او غير مثالية تأتي في نهاية الاتجاه الهابط وتعكس السعر من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد طيب دلوقتي لو شفنا نموذج المورنينج ستار في شكل غير مثالي لكن يظل النموذج صحيح وله القدرة على عكس الاتجاه الشكل اللي قدامي ده يتكون من ثلاث اشكال A و B و C الشكل رقم A عبارة عن نموذج نجمة الصباح في شكل غير مثالي لماذا؟ اولا الجسم بالنسبة للشمعة الحمراء الاولى ليس بطويل والشمعة الحمراء الثالثة اكبر منها في الحجم وكمان لا يوجد جاب سواء بين الشمعة الاولى والثانية او بين الثانية والثالثة لكن باقي الشروط محققة من حيث كونه جاء في نهاية اتجاه هابط الشمعة الاولى حمراء والثالثة قدراء وشمعة المنتصف صغيرة واللون غير مهم الشكل B عبارة عن نموذج نجمة الصباح غير مثالي لكنه صحيح برضو بسبب صغر حجم الشمعة الاولى بالنسبة للثالثة ولعدم وجود الجاب في النموذج اما الشكل C ايضا عبارة عن نموذج نجمة صباح غير مثالي لكنه صحيح لتساوي الشمعتين ولكن في ميزة وجود جاب من النحيتين وهذا النموذج هو اقوى النماذج الثالثة من حيث قدرته على عكس الاتجاه من اتجاه هابط الى اتجاه صاعد طيب نشوف كده تطبيقات عملية على نموذج مورنينج ستار في الشكل المثالي مثال واحد على الشرط اللي قدامي ده الشكل المغلل باللون الاصفر عبارة عن نموذج مورنينج ستار في شكل مثالي جاء في نهاية اتجاه هابط الشمعة الاولى حمراء بيعية دبابية طويلة وشمعة المنتصف صغيرة انفيرتد هامر الشمعة الثالثة خضراء شرائية اغلقت عند اكثر من 50% من جسم الشمعة الحمراء الاولى واضح الفجوات اتجاب ما بين الشمعة الاولى والثانية وما بين الثانية والثالثة ده نموذج مثالي مكتمل الشروط يبقى انا كده ابص على الشمعة الرابعة شمعة التأكيد اللي هي عندي هنا على الرسمة رقم سبعة اغلقت فوق الظل العلو للشمعة الحمراء الاولى ادخل من بعدها صفقة شراء الشمعة الحمراء اللي بعدها دي اعادة اختبار ما تخافش منها من بعدها السعر هيكمل صعود ادخل مع المشترين صفقة شراء وزي ما قلت يفضل ان انا اخد صفقاتي على الفريم اليومي صفقات طويلة ساعة ساعتين ثلاثة اربعة يكون احسن الشموع اليابانية في هذه الحالة بتكون اكثر مصداقية في التعبير عن وضع السوق لاحظ من بعد تكون هذا النموذج السعر من بعد الشمعة الرابعة واصل السعود لاعلى المثال الثاني نموذج مورنج ستار صحيح بس غير مثالي لماذا غير مثالي لانه لا يوجد جاب في النموذج نهائي لكن جميع الشروط متحققة وبتوفرة في هذا النموذج من حيث كونه رقم واحد جاء في نهاية اتجاه هابط رقم اثنين الشمعة الاولى شمعة طويلة حمراء بيعية دبابية والشمعة الثانية شمعة همر عاكسة للاتجاه صغيرة في الحجم واللون غير مهم اما الشمعة الثالثة فهي شمعة خضراء شرائية ثيرانية اغلقت تقريبا اعلى من منتصف الشمعة الاولى نقطة الدخول بتاعتي هتكون بعد شمعة التأكيد الرابعة اللي هي كمان اغلقت اعلى من الظل العلوي للشمعة الحمراء الاولى المثال التالت والاخير في هذه المحاضرة عندي نموذج مورنج ستار غير مثالي جاء في نهاية اتجاه هابط عبارة عن ثلاث شموع الاولى حمراء طويلة دبابية بيعية والثانية شمعة صغيرة لا يهم اللون هذه هي الشمعة الوسطى اما الشمعة الثالثة فهي شمعة خضراء شرائية ثيرانية اغلقت عند مستوى اعلى من 50% من جسم الشمعة الحمراء الاولى هذا النموذج مكتمل الاركان الا انه لا يوجد فيه فجوات هو ده اللي خلانا نقول عليه انه نموذج غير مثالي طيب شمعة التأكيد هي الشمعة رقم اربعة اغلقت فوق الظل العلوي لشمعة النموذج الحمراء من بعدها ادخل صفقات شراء وانت متطمن لو لاحظت هتلاقي السعر واصل الصعود بعد هذه الشمعة مباشرة وبانتهاء هذا المثال نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة الى ان القاكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله لكم قال استحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والاعمال واذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوكل على الله لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته